اكد معالي السيد احمد بن سلمان لمسلم رئيس مجلس النواب ان رؤية حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جعلت من مملكة البحرين واحة للسلام العالمي والتعايش الانساني انطلاقا من ثوابتها الوطنية واعتزازا بمبادراتها الحضارية واسهماتها الدولية في دعم جهود السلام والاستقرار وتحقيقا للتنمية والازدهار واشاد معاليه بجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمولي العهد رئيسي مجلس الوزراء في ارساء دعائم الحوار والتعايش بين الاديان والثقافات والحضارات وتعزيز الدور المحوري لمملكة البحرين وعبر السياسة الخارجية الحكيمة والمتوازنة من خلال الجهود الدبلوماسية والمشاريع والمبادرات الانسانية في اعلاء قيم ومبادئ الامن والسلم الدوليين كركيزة اساسية للتنمية المستدامة والمستقبل وبمناسبة اليوم الدولي للسلام الذي يصادف الحادي والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام اوضح معالي رئيس مجلس النواب ان مملكة البحرين تعمل باستمرار وبجهود حثيثة ومساعي متواصلة نحو تحقيق السلام في مجتمع العدالة والمساواة ودولة القانون والمؤسسات ومكافحة كافة اشكال العنصرية والتمييز وخطابات الكراهية واحترام الحقوق الانسانية اشتركوا في القناة